وكل سنة وانتوا طيبين ويعيد علينا وعليكم الأيام بخير رأس السنة الهجرية النهاردة ثاني أيام هذا العام الجديد وبهذه المناسبة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التقنئة مبارح للشعب المصري والأمة الإسلامية زي ما قلت لحضراتكم من نسبة حلول العام الهجري الجديد وقال سيادته عبر صفحته الرسمية أو صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي هل أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهات في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة وأدعو المولى عز وجل في ذكرى هذا اليوم المبارك بأن يحفظ مصر وشعبها وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بمزيد من الخير والأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر